تاني بقت بتتسرسب في الكلام وسط الكلام كده خدوهم معاكم برضو تفاهموا معاهم ابقى تكلموا عنهم شوفوا مشاكلهم اللي هم مين يا عم الاخوان المسلمين هو فيه اي يعني اخوان المسلمين بقى مش فيه انتخابات اخوان المسلمين بقى يعني لما تبقى اتكلم عن اخوان المسلمين يطلع واحد يقول لك ايه يقول لك طب بلاش تبقى جماعة دخلهم في حزاب مدنية يا خرابي هو فيه يا جماعة هو مولد هي هيصف النص اعمل اللي انت عايزه هتقول علي اقصائي هتقول علي متطاق اللي انت عايزه الا الا الاخوان المسلمين تاني ده انت داخل على ذكر اكتوبر ده الراجل اللي طلع اللي قاتله بطل اكتوبر من السجن وحطوهم في النستاد واحتفل بيهم دول ما لهمش دعوا بمصر ده الراجل اللي كان بيفك الجيش ده الراجل اللي كان بيقسم الداخلية حتت وكان عايز ده يعمل حرس ثوري ويديه لخيرة الشاطر دول الناس اللي صدروا كل المستندات اللي عن الجيش المصري البرة انتو ناسين تلقى برضو ايه حمي بما انه بقى ده لا مفيش بص انا مستعد عدي اي حاجة ومستعد انا كمواطن واناشد حضراتكم ايه وعتعدوا الموضوع ده خدوا بالكوا يا جماعة هم المرة اللي فاتت هم حكموا بعد 80 سنة فهم نفسهم طويل ده هم على قلبهم روح عندهم برود غير طبيعي ومستعد يستنى 80 سنة تاني عشان يرجع الراجل بتاعه مكبرة اللي هو تحس كده ان هو ماسك سلطاني الزبادي هو بيتكلم من يومين تلاتة قال لك احنا والله ما عايزين نحكم مش عايز اقول كلمة ابيحة هو حد قال لك تعال احكم ما يحكمش قال لك احنا والله زي المرة اللي فاتت قال لك احنا مش شهرين يا ابني وكانهم رشحين اتنين جي خائرة شاطر وجابوا بداله اللي استيب انتوا ناسين دول كذبين كذب القبل كذب رسمي عندهم فكرة الغاية تبار الوسيلة اوعى يعني بص في الانتخابات الرئاسية ديت اه اوف جنب سعر الدولار اوف عند الديون اوف عند تطوير البلد اوف عند التعليم اوف عند الصحة انما موضوع الاخوان غير مطروح الاخوان ومن معهم الاخوان وحلفائهم لانه الاخوان حاجة وحلفائهم حاجة تانية مدول بار دوم